تبدأ سيدة تقيم في الدار البيضاء إجراءة مقاضات جماعة مدينتها بعدما تعرضت لهجوم كلاب ضالة في منطقة ليساسفا وذكر محاميها ضعيف فتاح في تصريح لليوم 24 أن موكلته لولا الألطاف الإلهية لكانت في حالة صحية حرجة بعد تعرضها لهجوم من طرف أزيد من خمسة كلاب قبل أشهر مشددا على أن موكلته ستبدأ إجراءة مقاضات جماعة الدار البيضاء نظرا لتحملها مسئولية ما وقع لها لا سيما وأنها لا تزال تعاني من مضاعفات نفسية على خلفية الحادث الخطير الذي تعرضت له ردا على ذلك دعا أحمد مفتاح العضو بجماعة الدار البيضاء ونائب رئيس مقاطعة عين الشق شركة كازا بيئة إلى تحمل مسئوليتها وحجز الكلاب الضالة لكونها الشركة المفوض لها هذا القطاع كما أنها تتقاضى مبالغا هامة على هذا العمل وأوضح في تصريح لليوم 24 أن الكلاب الضالة على مستوى جماعة الدار البيضاء منتشرة بشكل ملحوظ لا سيما في الأحياء القريبة من الضواحي لافت الانتباه إلى تسجيل حادث تعرض شابة لهجوم من لدن الكلاب الضالة مؤخرا في منطقة سيدي معروف وأضاف أن هذا المشكلة الهام قائم منذ الولاية السابقة ولا يزال مشددا على أن المشكلة تتفاقم ليلا داعيا إلى إيفاد لجنة مختصة تراقب الكلاب الضالة ترجمة نانسي قنقر